شارك الفنان أحمد فهمي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 الصورة ديت مع متابعي عبر حسابه بموقع انستجرام وكانت الصورة دي عقب استيقاظه من النوم وظهر خلالها بوجه ملطخ بالروج الأحمر وعلق فهمي على الصورة قائلا صحيت من نوم لقيت مكتوب على وشي كده بالروج الله يسمحك يا هنة ومن جانبها ردة هنة الزهد على صورة فهمي قائلة ربنا يسمحنا جميعا ايه رأيكم في الصورة ديت I love you أنا بحبك وقلب أحمر وسهب وروج في كل حد شاركونا في التعليقات قال الفنان أحمد فهمي عقب عودته إلى منزله بعد أن أجرى عملية جراحية دقيقة في المريق في مستشفى بالقاهرة أنه خرج من المستشفى لكي يقضي مدة النقاها في المنزل مشيرا إلى أنها مدة قصيرة لن تتجاوز الأسبوع بحسب ما أفاد به الأطباء متابعنا أنه سيتابع حالته الصحية باستمرار مع الأطباء المعالجين له طوال المدة القادمة وكان الفنان أحمد فهمي قد أعلن منذ بضعة أيام عن إجراء عملية ننزل وتضح من خلاله أن هناك تشخيص خاطئ من قبل الأطباء لحالته حيث أرجعه سبب الآلام التي كان يعاني منها إلى وجود ارتجاع في المريق إلا أن التشخيص أظهر أنه كان يعاني من ظاهرة مرضية نادرة تتمثل في وجود بعض من الخلايا الغريبة والتي أنتجت إفرازات وعصارة معينة تسببت في أشعور بالآلام المبرحة له ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة هانزاد كواليس أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد فهمي قبل زواجهما في مسلسل الواد سيد الشحات وأشرت هانزاد لأن كواليس هذا المشهد تضمن مشجرة حقيقية بينهم عندما نادت بصوت عال على المكير لكي يهتم بشعرها وقالت كانت البروكة اللي لابساها مش مزبوطة وكنت خايفة دان في التصوير فناديت بصوت عالي على المكير عشان يزبطها مضيفة وفجأة زعق لي أحمد فهمي وقال لي ما تعليش صوتك في الستوديو وقال لي إيه اللي بتعمليه ده وما تعليش صوتك قلت له انت مالك واتخنقنا جوا الستوديو قدام الناس وقال الستوديو هنا ليه احترامه وأنا أقول له أنا محترمة ولفتت هانا الزايد لأن فهمي ظل غاضبا منها طوال المشهد وكان لا ينظر إليها وفي النهاية بادرة بمصالحتها كما اعترفت الفنانة هانا الزايد أنها كانت تفتش في هاتف أحمد فهمي وتقرأ رسائل الواتساب الخاصة وقالت هانا الزايد خلال حلوليها ضيفة على برنامج معكم من تقديم هنا الشازلي والذي كان يعرض عبر قناة سي بي سي مؤخرا أن أحمد فهمي عارفة أنها تفتش في هاتفه لذا قام بتغيير الباسورد ولم تستطيع فتحه بعد ذلك وحكت أنها كانت تخبره أن شحن هاتفا ته وتأخذ هاتفه وتقلب في الرسائل وذات مرة انزعجت من أمر ما وتشجر وأضافت أن دانيا زوجة كريم فهمي دائما ما تنصحب أن تتابع رسائل الواتساب على هاتف زوجها لكنها لا تعرف الآن أما عن الغيرة من المعجبات فقالت أنها لا تغير كثيرا لكنها لا تحب أن تأتي فتاة لتسلم على أحمد فهمي وتحضنه وبدوره يحضنها عند التقاط الصورة هذا الأمر يزعجها وقالت هانا الزاهد ما شفتش يوم عدل من يوم ما تجوزت في إشارة لمع حرسة معها من مرض في شهر العسل مرورا بوفاة زوج والداتها الفنان طلعت زكريا ومشدات مع المتابعين وأضافت هانا الزاهد قبل الفرح بداية كنت مرعوبة ومش مصدقة أني هتجوز كمان كان في واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية وما كنتش أعرفه وكان فيه ناس كتير ما نعرفهاش في الفرح وكشفت الفنان هانا الزاهد كواليس يوم زفافة على الفنان أحمد فهمي قائلة في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباح وأضافت كان عنده صداع يوم الفرح وأكملت هانا الزاهد فستان الفرح تقطع أول لما دخلت القاع وأي حاجة كانت بتحصل في الفرح ما كنتش بركز فيها وقالت هانا أثناء اللقاء كل أحداث حصلت في شهرين وفي الفرح أنا كنت بتنطط من الفرح وكنت مبسوطة قوي وكان أحمد بيقول لي حاجات بتضحك وإحنا بناخد الفوتوسيشن وأضافت هانا الزاهد أنا كنت مرعوبة في الفرح إيه ده أنا بتجوز بجد كنت مخدودة جدا وأحمد كان في البسين يوم الفرح الصبح وجاء في الآخر بيقول لي أنا عايز أنام قوي ومش قادر وأكّرت هانا أن حفل الزفاف كان بيه عارض كبير من الحضور لم تتم دعوتهم بشكل شخصي ولا تعلم من هم أنا أثناء اللقاء مع مونة الشازلي وهي بتحكي القصص الغريبة وهنا مع إخوتها وهم بلعبوا لعبة مع مونة الشازلي كما كاشكت هانا الزاهد عن تفاصيل الوعقة الصحية التي ألمت بها موضحة أنها استعدت بعد الزفاف للصفر مع زوجها الفنان أحمد فاهمي لقضاء شعر العسل في سنغافورة إلا أنها شعرت بألام خفيفة في منطقة الزهر بعد سعودية على متن الطائرة لافتة إلى أن هذه الآلام اشتدت عليها بعد التحليق في الهواء ولذلك دخلت في نوبة صراخ بعد امتداد الآلام إلى بطنها وأضافت أن مضيفة الطائرة ظلت تبحث بين الركاب على طبيب يمكنهم معالجة العمر إلا أنها لم تجده للأسف ولذلك ظلت تعاني طوال الرحلة من شدة آلامها مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها بعد أربع ساعات ونص الهبوط في أي دولة لتلقي العلاج إلا أنها لم يستطع فعل شيء وكان عاجزا تماما عن التصرف وأشارت إلى أنها تناولت العديد من المسكنات في الطائرة مما ساعد حالتها على التحسن بعد وصولها إلى السنغافورة ولذلك قررت بدء شهر العسل بزيارة أحد الأماكن المشهورة هناك لكنها شعرت بأن حرارتها ترتفع شيئا فشيئا واضطرت للعودة للفندق لكنها لم تتحمل وقعت على الأرض فور وصولها مما دفع دارة الفندق لتوفير كرسي متحرك لها لسهول التنقلها مشيرة إلى أن زوجها خرج في الشوارع بحيث عن مستشفى ظن منه بأنها تعاني من التسامل إلا أن الطبيب أخبره بعد ذلك بأنها تعاني من حصوات في المرارة ويجب استقصالها بعد معالجة الالتهاب الشديد وفي نفس السياق أكرت أنها مكست في المستشفى السنغافوري خمس تيام بدون طعام أو شراب واضطرت لقطع شهر العسل والعودة لمصر لعلاج الالتهاب واستقصال المرارة نشرت صديقة الفنانة هانا الزاهد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام تجمحها بصديقتها الفنانة هانا الزاهد والفنان أحمد فهمي في أول ظهور لهم بعد الفرح في منزل هما وقامت صديقتها بنشر هذه الصور من داخل عش زوجية هانا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي وهو ما تدوله بعض رواد السوشيال ميديو هنا من داخل المنزل طبعا مكيف ودي الصور اللي نشرتها مع هانا الزاهد من حوالي ساعة ودي الهدايا مكتوب حرف اتش ويه عليهم بلونات جميلة بنفس حروفهم وجي صورة تجمعهم مع هانا الزاهد وجزل وجي صورة كانت عديمة شوية تجمعها مع هانا الزاهد وأحمد فهمي. أخرى عبر الفنان أحمد فهمي عن غضبه الشديد بسبب قسرة الشائعات حول المرض الذي لحقه بزوجاته هانا الزاهد فجأة. خلال الأيام الأولى لشهر العسل حيث قرر بنفسه توضيح الأمور للجمهور من خلال منشور عبر حسابه على الفيسبوك. وعاد أحمد فهمي نشر مقطع فيديو منتشر بقوة عبر السوشيال ميديو يلمح لإصابة زوجته بفيروس وباستغلال الزوجين لمراضيها بغرض لفت الانتباه مما دفعه لرد بقوله فضلوا يا جماعة شوف احنا عايشين في وسط ايه فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط ولا غيرت موعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا اي كلام من ده حزبي الله ونعم الوكيل. واكمل الممثل فيه منشوره عبر الفيسبوك انا مش بديله ايه ما يا جماعة انا بوريكو بس هل دي نوعية المفروض اني احترمها زي ما بتطلبه مننا كفنانين احنا متبهدلين في المستشفيات وده بيكل على قفان عيش بالكذب لسه عايزني يا ابقى محترم مع الناس دي رغم الازم الصحية التي تمر بها حاولت النجمة هنالزاهد طمأنط متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور من القلب حاملة توقيعها شكرت فيه كل محبيها ونشرت الزاهد الموجودة حاليا مع زوجها فيها سن غافورة عبر خاصية عبر تطبيق انستجرام رسالة قصيرة قالت فيها شكرا جزيلا على كل الرسائل والاتصالات التي تلقيتها احبكم جدا وحرصت على انضاء اسمها في نهاية الرسالة دي الرسالة اللي حطيتها على انستجرام سانكيو كذلك نشرت منشورا اخر عبارة عن مناجاة لرب العالمين كتب فيه ربي اني مساني الضر وانت ارحم الراحمين وقد نشرت الفنان هنالزاهد زوجة الفنان احمد فهمي صورة لها بعد تعافية من الاصابة التي ادوارتها على الدخول للمستشفى خلال الاونة الاخيرة خلال قضاء شارب عسل في جزر المالديف وطمأنت هنالزاهد محبيها بعد استقرار حالتها الصحية والشفاء عبر الرسالة عبر حسابها على موقع انستجرام وقالت هنالزاهد شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا علي واللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة وتابعت اكتر حاجة اتبسطت منها اني شفت كمية حب ما شفتهاش قبل كده حتى في الشارع الامهات والاطفال بيجروا يسألوا اول حاجة هانا انت كويسة خدتينا عليك وكأنهم من اهلي